دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أجرى اجتماع مهم مبارح لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل وتدليل أي عقبات ممكن تواجه مراحل المشروع في نفس الوقت سرعة توفير الخدمة الصحية المتميزة للمواطنين خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي صباح الخير على حضرتك أستاذ حسام صباح الخير أستاذ أميرنا صباح الخير أستاذ محمد يهلم بك فان البداية فكرة تقديم خدمة محترمة للمواطنين بسرعة دي يعني أعتقد هي دي الفكرة اللي قائمة عليها مشروع التأمين الصحي الشامل بالتأكيد هو مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد الأدف من وراه هو رفع كفاءة الخدمة ودوجة الخدمة التي تتقدم للمواطن المصري وطبعا تتقدم في الوقت المناسب وفي أسرع وقت الممكن الحمد لله إحنا في محافظة بورسعيد وروسور حاليا هما المحافظتين اللي بيطبق فيهم التأمين الصحي الشامل مستوى جالدة الخدمة وردها المواطنين عن الخدمة التي تقدم النهاردة أعتقد أنه هو مستوى مرضي جدا وكذلك طبعا ما فيش عندنا قضينا على فكرة وجود قوائم متجار أو علاج على نفق الدولة أو غيره اللي كانت الناس بتعاني منها الحقيقة في وجود الخدمة أو وجود الهدوة أو غيره عظيم إيه اللي حصل بالزبط يا فندم في محافظة بورسعيد والمحافظات اللي تم تطبيق فيها هذه المنظومة؟ الحقيقة أنا قدر أقول تحت طبعا رعاية فخامة رئيس الجمهورية فدعب فتحكيتي ودورة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء طبعا والحكومة المصرية بالكامل إحنا بقالنا دلوقتي ثلاث سنين لمستغل في منظومة التأمين الصف الشامل ندر نقول اللي حصل في بورسعيد ولؤثر والسمع لها خلصت إحنا على الأجواب اللي احنا نشتغل بس مهنا ندر نقول والله إنها ملحمة كبيرة لإنها حضرتك لو تروح تشوف حجم الإنجازات اللي اتعملت المحافظات دي دي ما يخص رفع كفاءة المنشآت الصحية اللي كانت تابعة للزولة غير المنشآت اللي كانت لبنائها من أول ودين على أعلى مستوى النهاردة في الكفاءة وأعلى مستوى النهاردة من الخدمات والإنجازة الصبية والإمكانيات اللي خلت النهاردة فعلا مصر في المحافظات دي وإن شاء الله بعد اكتمال المنظومة نكون موضوعين نقدر نقول على نفس المستوى دي هو العمل المتقدمة وده مش بشهادتنا بس الحقيقة بشهادت المنظومات الدولية اللي جات وشافت دعنيها ونسبت معنا على الأرض البنك الدولي ومؤسسة الدعم اليابانية ومؤسسة الدعم الفرنسية وغيرهم ومؤسسة الصحة العالمية كلهم جم وشافوا دعنيهم اللي كان على الأرض وقالوا إحنا نشوفوا بيحصل في مصر ده بيواكد ويمكن فيه في بعض الأناكل أعلى كمان من مستوى الخدمات ومستوى المنشآت والأجهزة الصبية اللي موجودة في أي دولة متقدمات العالم طيب مش معقولة الأمور هتمشي سهلة كده بسيط أكيد حيطلع فيها عقبات بتوقف الدنيا شوية أو بتبطأ الوطيرة اللي ماشيين بيها إيه المشاكلة اللي ممكن تكون بتواجهنا دلوقتي؟ في الحقيقة طبعا التحديات كتيرة من دارش نقول طبعا أن المشروع سهل بالعكس وطبعا اللي اللي بتعامل على الأرض زي ما قلت لحضرتك إذا كنا بنقول كده أن في بعض المعجزات بتخسر ولكن في الحقيقة هو طبعا فيه تحديات كتيرة الأزمة الاستطابية اللي بيمر بيها العالم النهاردة والوضع اللي خاص بالحروب بالحرب اللي حصلة في روسيا أو ترانيا كل ده مأثر علينا بساكل سبب جدا لأن طبعا نيضا نقول ثلاثة الإنجاج اللي خاصة بالتكنولوجيا والنهاردة حضراتكم عارفين أن كل الأجهزة الصبية النهاردة تستعمل بشكل إلكتروني كامل طبعا الثلاثة الإنجاج اللي خاصة بالأجهزة الصبية ممكن تكون فيها مشاكل الحمد لله النهاردة هيتشرة الموحد بكذل مجهود كبير جدا العالمة توفر كل الأجهزة الصبية للدول اللي محتاجاها وتوفر كل الأدوية والخماكن للدول اللي محتاجاها تغيرت بشكل كبير جدا عاما هو بيحصل في أي محافظة تانية حضرتك ممكن نتعاولين كلنا لما بنتعب أو بحاجة بنروح نتصل بأي بكتور معرفة علشان نشوف إحنا عندنا إيه النهاردة بحاجة كما طبيب رعاية أولية وطبيب أسرة والمواطن بيتصل على تاني يأخذ معاه من الطبيب ويروحها لطبيب أسرة يتخذ عليه وإذا كان يحتاج تحويل المستشفى بيتحول وطبعا فيه فكر بيتغير على الأرض مع المواطنين كمان عن أنهم يستقعبوا فكر لطبيب الأسرة وطبيب الرعاية الأولية عظيم طيب سيد حسام حضرتك ذكرت أنه بيتم إعادة تأهيل مستشفيات وتطوير مستشفيات بالفعل قائمة سواء مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية ماذا عن المستشفيات الخاصة وهل هي بتدخل ضمن المنظومة ولا احنا بنعوض وجودها بإنشاء مستشفيات جديدة الحقيقة طبعا وجود القطاع الخاص نظام التأمين الصح الشامل ده وجود أساسي لأن الدولة في جميع الأحوال مش هتقدر تدمي مستشفيات ووحدات رعاية أولية ومراكز تأهيل وغيره يغطي الـ 100 مليون مواطن وأكتر لأنها تعرفت أن إن شاء الله النظام يخرج يكون يتطبق في مصر كلها بنهاية 2030 فإحنا بالنسبة لنا الخطاع الخاص ممكن نقول إنه بيمكن خمسين في المية من الإمكانيات وهو بالفعل النهاردة بيقدم الخدمات في مصر لأكتر من خمسين خمسة وستين في المية من المواطنين وبالتالي الدولة النهاردة في كل محافظة بترفع كفاية المستشفيات الموجودة بتبني المستشفيات جديدة بالفعل ووحدات رعاية أولية جديدة ولكن عشان تغطي الخدمات الأساسية للمواطنين ولكن الخطاع الخاص دوره جديد جدا بأنه هو يقوم بتكملة الخدمات المطلوبة علانة للفعيد والفلوطر والإسماء عليها لقطاع الخاص متواجد لكن أنا توقع أن وجود الكطاع الخاص حيكون متواجد بكثرة أكثر في المحافظات الأكبر في عدد سكان واللي كان معظم مقدم الخدمات السحية من القطاع الخاص في مصر مركزين عليها أويزة القاهرة الكبرى والسندرية والدعالية كل شكرا لك لأستاذ حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل